مشاورات ولقاءات بين قوى سياسية مختلفة كشفت عنها أحداث اليومين الماضيين وحديث عن الانتهاء من ملف المناصب الخاصة التي يقصد بها وكلاء الوزراء والمديرون العامون والمستشارون ورؤساء الهيئات والسفراء ومكاتب المفتشين العموميين عن طريق المحاصصة التي كانت غالبية القوى السياسية قد ادعت رفضها في حملاتها الانتخابية لكن الأمر كما في كل مرة شعارات للاستهلاك والاستغلال والضحك على البسطاء من الناس وثائق سربها سياسيون لوسائل إعلام أشارت إلى التوصل لاتفاق بين القوى السياسية لحسم الخلاف حول تلك المناصب عبر توزيعها بحسب الحضور البرلماني لكل كتلة سياسية الوثائق تشير إلى حصول اتحاد القوى الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على ستة مناصب عليا وأربعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بينما ذهبت خمسة مناصب لتيار الحكمة الذي أعلن معارضته أخيرا لحكومة عبد المهدي كما تمكنت ميليشيا العصائب من الحصول على ثلاثة مناصب أما تحالف سايرون فقد حصل على سبعة وللمزيد من التأكيد فقد تضمنت الوثائق المسربة أسماء أعضاء الأحزاب الذين سيشغلون هذه المناصب النائب عن تحالف سايرون بدر الزياد أكد أن عدد الدرجات الخاصة والمناصب هو أربعة آلاف وثمانمائة وهو رقم كبير قد يتأخر إنجازه والمرتقب هو التصويت على مائة وثمانين منصبا فقط بينما يؤكد رئيس تجمع كفا رحيم الدراجي أن المحاصصة باتت ديدا العمل السياسي في العراق حيث لا تملك الأحزاب والكيانات السياسية أي بديل أو منهج عمل لإدارة السلطة غير آلية المحاصصة التي صار لها تجارها وعرابها صفعة أخرى توجهها الأحزاب والكتل السياسية للشعب المقهور من الأزمات الاقتصادية والصحية والخدمية مع تحديات أمنية متمثلة في توسع نفوذ الميليشيات وتنمرها المتصاعد صفعة أخرى يتلقاها العراقيون في صيفهم المشتعل من سلطة تبدو سادرة في غيها غير مبالية بما يعانيه الشعب ولا آبهة بأي ردة فعل قد تنجم في لحظة غضب عراقي أحكمت أسبابه واستجمعت كل دواعيه